موسيقى 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 نوضح الآن شرح لأهم الخيارات الموجودة في إدارة المبيعات يتم الدخول إليها من إدارة المبيعات تهيئة النظام الخيارات تعتبر هذه الشاشة شاشة مهمة تحتوي على العديد من الخيارات التي تساعد مستخدم نظام يمنسوف المتكامل في عمله ونشاطه التجاري ليس شرطا أن يتم التأشير على جميع الخيارات إنما يتم التأشير على الخيارات التي تسهل عملية إدخال البيانات واستعراض التقارير في نظام يمنسوف المتكامل سنوضح بشيء من التفصيل أهم تلك الخيارات مع ضرب العديد من الأمثلة كي تتضح الفكرة حول أهمية وفائدة هذه الخيارات تسلسل فاتورة المبيعات يعتبر هذا الخيار من الخيارات المهمة لجميع مستخدمي ومنفذي والعاملين على نظام يمنسوف المتكامل حيث أنه قبل تنفيذ أي فاتورة مبيعات لا بد من معرفة ماذا يقصد بالخيارات الظاهرة أمامنا مثلا إذا كانت تسلسل فاتورة المبيعات كله معنى ذلك أن جميع الفواتير سواء المبيعات النقدية أو المبيعات الآجلة سوف يكون لها تسلسل آلي متتابع متتالي مثلا إذا قمنا بعمل فاتورة مبيعات نقد فإن رقمها سوف يكون واحد فإذا ما قلنا بعمل فاتورة مبيعات آجل سوف يكون رقمها اثنين فإذا ما قمنا بعمل فواتير المبيعات الآجل ثلاثة أربعة نقد خمسة وهكذا سوف يكون تسرسل الفواتير في حالة إذا كان الخيار كل متتابع متتالي أما حسب النوع فمعنى ذلك أن فواتير المبيعات النقدية لها تسرسل خاص بها يختلف عن تسرسل فواتير المبيعات الآجل مثلا إذا كان تسرسل فواتير المبيعات النقدية 540 فإن تسرسل فواتير المبيعات الآجلة سيكون 436 مختلف اختلاف تام عن تسرسل فواتير المبيعات الآجلة لماذا يكون مختلف؟ لأننا اخترنا تسرسل فواتير المبيعات حسب النوع أي أن الآجل له تسرسل خاص به والنقدي له تسرسل خاص به كذلك حسب المخزن أي أنه لكل مخزن تسلسل خاص به فإذا كان لدينا أكثر بالمخزن مثلا المخزن الرقم واحد الرئيسي لو تسلسل فواتر مبيعات خاصة به والمخزن الفرعي لو تسلسل مبيعات خاص به الأكثر استخداما في الواقع العملي هو إما حسب النوع يعني النقض تسلسله خاص به والآجل تسلسل خاص به أو حسب المخزن سوف نقوم باختيار حسب النوع كذلك تسلسل مردودات المبيعات حسب النوع أي أنه لكل مردود مبيعات نقضي أو آجل تسلسل منفصل خاص به إظهار رصيد العميل في فاتورة المبيعات يعتبر هذا الخيار من الخيارات المهمة عند البيع بالآجل للعملاء من أجل أن نستطيع مارفة الرصيد أو الديون التي عليهم فإذا ما قمنا بالتأشر على إظهار رصيد العميل في فاتورة المبيعات واختلنا لحساب العميل ثم قمنا بعملية الحفظ وذهبنا مثلا للبيع لأحد العملاء فواتير المبيعات إضافة واختلنا مثلا آجل وحددنا المخزن وحددنا العميل بضغط على إجتسعة مثلا سوبر ماركت ضمرا كمثال والتحرك بتم ماذا نلاحظ في أسفل الشاشة في أسفل فاتورة المبيعات نلاحظ ماذا يقوم النظام بإظهار رصيد العميل كما يقوم بتحديد آخر سداد لهذا العميل نستطيع من خلال متابعة رصيد العميل ألا نقوم بالبع له بالآجل إذا كان الرصيد الذي عليه أو الدين الذي عليه كبيرا أو مرتفعا طبعا هذا الخيار تم إظهاره في شاشة فواتير المبيعات عندما قمنا بالتأشير على خيار إظهار رصيد العميل في فاتورة المبيعات إذن هذا الخيار في الواقع العملي يعتبر مهم لملاحقات ومتابعات ومراقبة أرصدت العملاء ومعرفة الديون التي عليهم إظهار آخر سعر بيع للعميل والصنف مع الشد في فاتورة المبيعات نقوم بالتأشير عليه هذا الخيار مفيد جدا في فاتورة المبيعات أستطيع من خلال معرفة آخر سعر بيع من صنف معين تم بيعه للعميل فإذا مثلا قمنا بالحفظ والذهاب إلى العمليات فواتير المبيعات وقمنا مثلا بالبيع بالآجل للعميل خالد مثلا يتم البحث عن طريق الاسم إذا ما شئنا أو F9 خالد ثم F9 باشرة ونقوم مثلا بإدخال رقم الصنف التي نريد البيع له ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ظهور هذا الخيار آخر سعر بيع للأميل كان 700 دولار يفيدني كثيرا في معرفات الأسعار المتعلقة بالأصناف والتي تم بيعها لهؤلاء العملة إذن آخر سعر بيع للأميل 700 دولار هذا الخيار أو هذا المؤشر ظهر عندما قمنا بالتأشير في تهيئة النظام الخيارات خيارات أخرى إظهار آخر سعر بيع للأميل يفيدني الغاية في فواتير المبيعات لمعرفة آخر سعر مباع من هذا الصنف لهذا العميل أما إذا لم يتم التأشير عليه وقمنا بعملية الحظ وذهبنا إلى فواتير المبيعات وقمنا بالآجل لأحد للأميل خالد مثلا F9 أو البحث عن طريقة الاسم وقمنا بإدخال صنف معين نلاحظ ماذا؟ عدم ظهور آخر سعر بيع للأميل لأننا لم نقم بالتأشير على خيار إظهار آخر سعر بيع العميل في خيارات الأخرى في إدارة المبيعات إذن نقوم بالتأشير عليه لأنه مفيد جدا في الواقع العملي استدعاء سند القبض في فاتورة المبيعات عند التأشير على هذا الخيار أستطيع أن أقوم بعمل سند قبض من فاتورة المبيعات بالآجل فإذا ما تم البيع مثلا لأحد العملاء بالآجل وقام بسند دفعة من قيمة هذه الفاتورة فإنني بمجرد الضغط على هذا الخيار أو التأشير عليه سوف يظهر لي زر أو إيقونة خاصة بسند قبض في فاتورة المبيعات أستطيع من خلال فاتورة المبيعات عمل سند قبض بحيث لا أثر إلى الدخول إلى إدارة الحسابات والذهاب لعمل سند قبض من إدارة الحسابات فإذا ما قمنا مثلا بالحفظ والذهاب للعمليات فواتير المبيعات ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ظهور هذه الأقونة أو هذا الزر الخاص بسند القبض فإذا ما قمنا بالضغط عليه سوف ندخل إلى شاشة سندات القبض أما إذا لم يتم التأشير على هذا الخيار إذا لم يتم التأشير عليه والحفظ إذا ما عدنا مرة أخرى إلى فاتورة المبيعات ماذا نلاحظ؟ نلاحظ اختفاء الزر أو الإقونة الخاصة بسندات القبض طبعا هذا الخيار استدعاء سند القبض يفيدنا بشكل كبير جدا عند البيع بالآجل وقيام أحد العملاء بسداد جزء أو دفعة من قيمة هذه الفاتورة سوف نوضح الآن كيف يتم استخدام سند القبض في فاتورة المبيعات نقوم بعمل الحفظ والذهاب للعمليات فواتير المبيعات ونقوم بتنفيذ فاتورة المبيعات بالآجل مثلا تحديد رغم المغزان والتحرك بالتاب أو بالماوس والضغط على اجتسعى البحث على عهد العملاء مثلا دخال الدولار ثم نقوم الآن بيتخارق عن الصنف بيتخالي مباشرة والتحرك بالتاب ثلاث حبات كمثال سبعمائة دولار الصفة الثانية مثلا صفة صور واحد ثم إف خمسة وإف ستة إذا ما أجلنا البحث عن طريق رغم الصنف حبة ستة من خمسين دولار كمثال الآن نقوم بعملية الحفظ الآن إذا ما قام الأميل بستداد دفعة من قيمة هذه الفاتورة نقوم بعمل سند قبله نقوم بالضغط على سند القبل سوف ندخل إلى شاشة سند القبل نقوم بتحديد الصندوق الذي قام بستداد إليه الضغط على اعتسعى مثلا صندوق دولار تحرك بالتاب سدد مثلا خمسمائة دولار كمثال دفعة من الحساب دفعة من الحساب خمسمائة دولار طبعا نقوم بعملية الحفظ نقوم الآن بالخروج من سند القبل إذن هذا السند أو هذا الخيار ظهر بعد التأشير عليه في الخيارات المرتبطة بإدارة المبيعات طبعا يستخدم في حالة لم تكن عليك الصلاحيات أو لك الصلاحيات في الدخول إلى إدارة الحسابات ويعتبر خيار مهم ومفيد السماح بالكميات المجانية عند التأشير على هذا الخيار سوف يظهر لنا عمود خاص بالكميات المجانية في فواتير المبيعات فبعد التأشير عليه الحفظ والذهاب إلى العمليات فواتير المبيعات ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ظهور عمود خاص بالكميات المجانية أما إذا لم يتم التأشير عليه وذهبنا مرة أخرى إلى فواتير المبيعات ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن عمود الكميات المجانية اختفى أصبح غير ظاهر لأننا لم نقم بالتأشير على السماح بالكميات المجانية الآن نوضح كيف يتم منح كميات مجانية لأحد العملاء أو عند البيع نقدا ما علينا الضغط على زر الإضافة نقدا مثلا المخزن الرئيسي ونحدد اسم العميل إذا كان نقدا الصندوق مثلا صندوق دولار ونقوم بإدخال البيان على النحو التالي ونقوم بإدخال الأصناف إما إدخال رقمها مباشرة الكمية المباعة مثلا مئة حبة كمثال الكمية المجانية ثلاث حبات ونقوم بإدخال سعر البيع ثم صنف آخر صفر صفر واحد ثم إف خمسة وف ستة البحث عن طريق الرقم تلاهي مثلا الكمية المباعة الكمية المجانية حبة مثلا ثم نقوم بإدخال سعر البيع ثم نقوم بعملية الحفظ يتساءل البعض ما هي الخطوات الخاصة بمنح الكميات المجانية في مثل هذه الحالة لابد أولا أن نتبع الخطوات التالية من أجل أن يسمح النظام بمنح كميات مجانية بشكل صحيح الخطوة الأولى يتم الذهاب إلى إدارة الحسابات تهيئة النظام المتغيرات ونقوم بالتأشير على الترحيل لحساب الترويج في المبيعات ويقصد بهذا الخيار أن النظام سوف يقوم بالتفرق ما بين تكلفة الكميات المجانية وتكلفة المبيعات هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية الذهاب إلى إدارة المخزون دخلات الأساسية بيانات المجموعات والبحث عن المجموعة وبعد البحث عن المجموعات نقوم بإدخال الحساب الخاص بالكميات المجانية بين قوسين الترويج طبعا يتم إدخاله في الدليل المحاسب في جانب المصروفات ثلاثة واحد افتسعة مثلا الترويج الكميات المجانية نقوم بضغط عليه ثم الحفظ الخطوة الثالثة الذهاب إلى المدخلات الأساسية بيانات الأصناف ونقوم بإدخال صنف جديد مثلا نتخل رقم صنف جديد ونقوم بإدخال اسم الصنف استفر مثلا نوع الصنف للبيع ونقوم بالتأشير على خيار استخدام الكميات المجانية في المبيعات بدون تحديد نسبة ثم نقوم بعملة الحفظ الخطوة الأخيرة في منح الكميات المجانية في فواتر المبيعات في إدارة المبيعات يتم التأشير على خيار السماح بالكميات المجانية نكون بهذا قد استطعنا تحديد خطوات وطريقة منح الكميات المجانية في فواتير المبيعات ومنح أي عميل من العملاء أو عند البيع نقدا الكمية المجانية المناسبة من الصنف الذي تم توضيح خطوات منح الكميات المجانية من خلاله على النحو التالي إظهار الكميات المتوفرة للصنف في المخازن في تفاصيل فاتورة المبيعات هذا الخيار مفيد للغاية في فاتورة المبيعات أستطيع من خلاله وعند التأشير عليه معرفة الكميات المتبقية والمتوفرة من كل صنف في كل مخزن في فاتورة المبيعات فإذا ما قمنا مثلا بالحفظ والذهاب إلى العمليات فواتير المبيعات وقمنا بالضغط على الزر الإضافة وعمل فاتورة مبيعات نقدا وعدم التأشير أو إدخال أي رقم في حق رقم المخزن وقمنا بإدخال اسم العميل مثلا معين البعداني رقم الصندوق دولار الآن نقوم بإدخال رقم الصنف ويتم إدخال رقم الصف إما من خلال إدخال جزء من رقم الصنف والضغط على F6 أو F5 والبحث عن طريق الاسم مثلا تلفون سامسونج S3 فإذا ما ذهبنا إلى عمود المخزن وقمنا بالضغط على السهم الأسود ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه في المخزن رقم واحد المخزن الرئيسي الكمية المتوفرة 62 حبة أما في المخزن الرقم الاثنين المخزن الفرعي مخزن المحل الكمية المتوفرة 144 حبة هذا الخيار أو هذه الكمية الظهرات عند قيامنا في التأشير على خيار إظهار الكميات المتوفرة للصنف المخازف في تفاصيل فاتورة المبيعات في الواقع العملي يعتبر هذا الخيار مفيد للغاية الضريبة على مستوى الفاتورة عند التأشير على هذا الخيار فإننا في حالة قيامنا بتحميل فاتورة المبيعات قيمة مضافة تمثل قيمة ضريبة المبيعات أو ما نطلق عليه برسوم تحسين المدينة في مثل هذه الحالة لابد أن نقوم بإضافة الحساب المتأثر في الضريبة والذي يمثل مصلحة الضرائب ويتم إضافته في جانب الخصوم في الدليل المحاسبي كذلك عند التأشير على هذا الخيار فإنه سوف يتفعلنا في شاشة بيانات الأصناف في المخازن في إدارة المخزون في المدخلات الأساسية حقلين يرتبطان بإضافة ضريبة على مستوى كل صنف الآن سوف نقوم باختيار الحساب المتأثر والذي يمثل مصلحة الضرائب ودائما وأبدا يكون طرف دائن بينما الطرف المدينة بإضافته على العميل الضغط على F9 ونقوم باختيار من الدليل المحاسبي من جانب الخصوم مصلحة الضرائب ضريبة المبيعات ونقوم هنا إما بتحديد قيمة يعني مبلغ مثلا خمسة ألف ثلاثة ألف أو نسبة خمسة في المئة كذلك استخدام تحسين المدينة عند التأشير على هذا الخيار فإننا سوف نقوم بإضافة حساب دائن في جانب الخصوم يسمى حساب تحسين المدينة كذلك سوف يتفعل في شاشة بيانات الأصناف في المدخلات الأساسية في إدارة المغزون حقل نقوم من خلاله بإضافة رسوم تحسين المدينة على مستوى كل صنف الآن سوف نقوم بالضغط على إكتسعة واختيار حساب تحسين المدينة الذي يمثل الطرف الدائن رسوم تحسين المدينة الآن إذا ما قمنا بعملية الحفظ والذهاب إلى إدارة المغزون المدخلات الأساسية بيانات الأصناف وقمنا مثلا بإضافة صنف جديد أو البحث على أي صنف مثلا 001F9 مثلا تلفون Samsung Galaxy S4 وقمنا بالضغط على زر التعديل ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الحقل المرتبط بتحسين المدينة قد تفعل وكذلك الضريبة المفروضة على هذا الصنف قد تفعلت فإذا ما قمنا بالتأشير عليه ونقوم بإدخال رسوم تحسين المدينة على كل حبة من هذا التلفون مثلا 100 ريال كمثال وكذلك الضريبة على مستوى الصنف مثلا بنسبة 5% على هذا الصنف فإذا ما قمنا الآن بالحفظ والذهب مرة أخرى إلى إدارة المبيعات تهيئة النظام الخيارات نلاحظ أن هناك نوعين من الضرائب إما الضريبة على مستوى الفاتورة يعني على إجمال الفاتورة ككل أو ضريبة على مستوى الصنف ويتم إدخاله في شاشة بيانات الأصناف فإذا ما قمنا الآن بضرب مثال بسيط كفاتورة مبيعات لتوضيح كيف يقوم النظام باحتساب الضريبة نقوم بالضغط على زر التعديل والحفظ ونذهب الآن لتنفيذ فاتورة مبيعات إضافة مثلا بالآجل المغزن الرئيسي الضغط على افتساء اختيار العميل العميل مثلا حسن ونقوم بإضافة الأصناف المراد بيعها مثلا 25 حبة تقول فتر حبة 105 ألف ريال فإذا ما ذهبنا إلى بيانات أخرى ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ظهور هذا الحساب حساب تحسين المدينة وحساب ضريبة الفاتورة فإذا ما قمنا بالتأشير على هذا الخيار نلاحظ ماذا؟ ظهور ضريبة المبيعات الخاصة بهذه الفاتورة وبهذا الصنف فإذا ما قمنا بالحب وقمنا بترحيل الفاتورة في إدارة الحسابات الترحيل فواتير المبيعات آجل وقمنا بالترحيل وبعد عملية الترحيل إذا ما ذهبنا مثلا إلى التقارير اليومية العامة لمعرفة القيد الذي يقوم النظام بتنفيذه آليا فواتير المبيعات نوع الفاتورة مثلا آجل وقمنا بالضغط على الزر الطباعة سوف يكون القيد المحاسبي كما نلاحظ من مذكورين من حسابة كلفة المبيعات والعميل حسن إلى مذكورين مصلحة الضرائب بقيمة الضرائب المحسوبة على تلك الفاتورة ومغزونة تلفون الجوال والمبيعات نلاحظ أن مصلحة الضرائب طرف دائن لأنه تم تحميل العميل بإجمال الضرائب المفروضة على تلك الفاتورة فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى إدارة المبيعات نكون قد أوضحنا ماذا يقصد بالضريبة على مستوى الفاتورة أو الضريبة على مستوى الأصناف واستخدام تحسين المدينة إظهار تقرير بعدد مرات البيع وقيمة المجاني من سعر البيع عند التأشير على هذا الخيار سوف يظهر أثره في التقارير حيث نستطيع معرفة عدد مرات من هذا الصنف لهذا العميل وعدد الكميات المجانية التي حصل عليها هذا العميل فإذا ما قمنا بالتأشير على هذا الخيار مثلا وقمنا مثلا بالحفو وذهبنا إلى التقارير فواتير المبيعات تقارير فواتير المبيعات وقمنا باختيار التقارير حسب العميل حسب الصنف إجمالي والتأشير على إظهار عدد مرات البيع ثم الذهاب وقمنا باختيار العميل بالضغط على F9 العميل خالد مثلا وقمنا بالتباعه ماذا نلاحظ؟ نلاحظ فواتير المبيعات حسب العميل نلاحظ اسم العميل الصنف المبع له مثلا التلافون جيركسي سامسونج ويحدد للكميات المجانية التي تسمى البونس وقيمة البونس وقيمة المبيعات وكذلك عدد مرات البيع العميل خالد من كل الصنف من هذه الأصناف طبعا هذا التقارير ظهر بعد قيامنا بالتأشير على خيار تهيئة النظام الخيارات العامة إظهار تقرير بعدد مرات البيع وقيمة المجاني من سعر البيع استخدام شاشة أمر الصرف في فواتير المبيعات للرقابة على صرف الكميات عند التأشير على هذا الخيار أستطيع مراقبة الكميات التي تم صرفها فعلا من المخازن بناء على أرقام الفواتير المباعة للعملاء فإذا ما قمنا بالتأشير على هذا الخيار سوف تظهر لشاشة في فاتورة المبيعات تسمى أمر صرف المبيعات أستطيع من خلالها مراقبة الكميات المباعة من كل فاتورة فإذا ما قمنا بالحفظ والذهاب إلى العمليات فواتير المبيعات وقمنا مثلا بتنفيذ عملية إضافة مثلا نقدان للعميل أيمن اليوسفي كمثال صندوق دولار الكمية المباعة فإذا ما قمنا بالضغط على أمر الصرف فاتورة المبيعات وقمنا بالضغط على إضافة وتحديد دريقة الدفع نقدا ثم ذهبنا إلى رقم فاتورة المبيعات وقمنا بالضغط على إفتسعة واختيارها وقمنا بالضغط على إنزال البيانات نلاحظ أن الكمية المباعة 30 حبة لكن الكمية التي تم صرفها فعلا من المخازن هي 15 حبة كمثال الآن نقم بعمليات الحفظ فإذا ما خرجنا من هذه الشاشة وذهبنا إلى التقارير فواتير المبيعات أوامر صرف فواتير المبيعات وقمنا بتحديد تاريخ أوامر الصرف مثلا حتى تاريخ 27 5 رقم الصرف مثلا 2 ثم قمنا بالطباعة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ تقارير أوامر الصرف الفواتير المبيعات يحدد لي رقم الصرف اسم الصرف المخزن الكمية في الفاتورة المباعة فاتورة رقم 2 كانت 30 حبة الكمية المنصرفة فعلا من المخازن 15 حبة الكمية المتبقية 15 حبة طبعا أمر الصرف في فواتير المبيعات ليس له تأثير كمي إطلاقا إنما هو من أجل الرقابة على الكميات التي يتم صرفها فعلا من المخازن طبعا ظهر أمر صرف فواتير المبيعات عندما قمنا بالتأشير في الخيارات على استخدام شاشة أمر الصرف في فواتير المبيعات قابع لك على صرف الكميات الخارية فعلا من المخازن بناء على أرقام فواتير المبيعات